موسيقى تشتغل إيه؟ كالخدمة يعني؟ أه حاجة كده في حد قريب ده أنت هنا في المنتزة مفيش الكلام ده أنت لازم تطلع بره منتزة أصلي تطلع بقى هناك فيه مكتب الحجة مصباحة المصباح من دي يعني خدمتية آه طب وصمعتها إيه دي؟ محترمة ومتدينة وتعرف ربنا وبتحب البنات المتدينة طب ينفع رحلة دلوقتي؟ لا، ده النهاردة الجمعة أنت تروحلها بقى بكرة السبت من بادري بكرة السبت؟ أنا رسود هادت فين أنا؟ أنت لازم تطلع بره المنتزة وتدور على مكان تتاوي فيه لأن المنتزة مفيهاش بياطة أصلي طب وعنوانها إيه الست دي؟ تشرب الشاي وأنا أدلك على عمارة تشكرينك 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 لا travaill مطلومة وبقية في بعض الأرواح أنت مبحث ك massage حقا، أو صحيح تشكرينك فيحضر المدور الأول مكتب الحجة المصابحة إن شاء الله تساعدك والله يا حبيبتي أنا أنا مش عارفة أقولك إيه بس أنا مقدرش أشغالك من غير بطاقة الشغل عندنا ديه أصول معلش الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال أنا حاجة لو تسمحيلي يعني أقوم أتوضى وصل للده وبعدين أمشي تمشي؟ تمشي تروحي فين؟ أروح أدور على بيت عميتي ده اللي مش لقيها بقى ليه يومين استغفر الله العظيم يا رب طب أقولك إيه؟ قوم إنتي توضي بصلي وبعد كده نشوف هنعمل إيه؟ أعملي حسابك مش هتمشي منها يعني هتشغليني؟ إن شاء الله هتفضلي في المكتب هنا معنا وبعدين بقى هبقى أقولك هتشتغلي قبل الزبط إلهي استوريك ما يفضحي أمين إلهي جازكي بيا بكل خير أمين إلهي رب يصليك تستخدم الله العظيم يا حبيبش أنا ما عملتش حاجة أنت هتركبيني كده زنوب طب يا أصلي فين يا حج بص يا حبيبتي أخر الطرقة كده في حمال اتوضي وبعدين هتلاقي على إيدك اليمين كده القضى اللي تصلي فيها حاطر عن إذنك يا حج فضال يا حبيب ما يخلك يا رب ربنا يساعدك يا رب ربنا يباد عنك عدوينك لا لا قوة إلا بالله يا سنب يا سنب يا حبيبتي أنا همشي بقى يا حبيبتي طيب يا حبيبتي وهقفل عليك منبرة زي ما قلتلك ومش هتخافي وانت قاعدة لوحدك ربنا معي يا حبيبتي يا حبيبتي ربنا معاك بقولك تقفلي الشبابيك والإزاز وتطفي الأنوار بأمان الله يا حبيبتي بأمان الله يا حبيبتي سلام عليك بأمان يا راشد يا ابني بقالك سنتين غايب عني ويوم ما تحب تشوفني بقى عايش تستيلي فلوسك أعمل إيه بس يا عم القام دي الدنيا معكوكة معاها على أخ والله على الناس كلها يا ابني بس أنا اتجوزت اتجوزت يخص عليك يا ناد أنا معرفش أولا مش في مقام أبوك والله العظيم تارتها كده جات على الدايق وفي السريع ما انت عقرف الجواز كل انتزامات من غير ما تحكي كتير انت أول ما كلمتني في التليفون وقلت إنك عاوز تقابلنا عرفت إنك عاوز فلوس خد يا عم هادي مية وخمسين جنيه هوم عشان لما تقصدنا في حاجة ما ينفعش أقولك لا مية وخمسين جنيه مرة واحدة على عموم تشكر ما قلت ليش الجوازة دي حصلت أمتى وفين لا دي حكاية طويل أحكيها لك من مرة الجاية تسمع مية وخمسين جنيه سامو عليكم عليكم السلام تب الحمد انت لسا عايشة مالك تب أخرجي تب أوصيلي كده لي تعالي تب أخرجي ما تخفيش فيش حد غيري أنا أنا تب أخرجي ما تخفيش تب أخرجي ما تخفيش تب أخرجي ما تخفيش بإمكانك يسمي زينب وأنت اسمك إيه؟ أنت لازم تستحملي معايا لازم تستحملي احنا كده شكلنا مناش غير بعض يا درات دنيا مخبية لنا ايه لانه يلس لك جانب ولا احناوك ولي بجانب الاشيخ ولي بجانب الشيخ أسير؟ ها؟ ها؟ بتقولك عايزة واحدة تقعد معاها في شرم الشيخ وتكمل معاها عالقاهرة هي بتتكلم ايه بنت؟ مين؟ هي بتتكلم ايه؟ بتتكلم انجليزي انجليزي وانت بتعرف انجليزي؟ الحق يا اخويا طيب شوفي بقى سيبيني يومين يومين ها؟ وكلميني بعدها ها اكون انا شوفت بنت الهلوبة اتبعى كانت العاصل democratic وانك صاحبتها اوكي اقول بان ايه تبعى انجليزيي ايه بيه اتبعى اللي اتكلم انجليزي يا بيت طب عرفتيه ازاي وانت وليه اا اا ا اا اتكلم عا حكييني كسا كدا هستأذنك انا بقى خمس دائقة أروح أصنع للعصر وارجع لك طيب يا أخ تروح يا حبيب أنا كنت لقيتك دي على الأرض المرح وأنا بوضع بالمكتب ممكن إيه؟ عن إذنكم فضالي يا جيكا صوفياني متكلم إنجليزي يا حق صلاح قوي قوي ده إيه ده؟ ده أنا معي معهد سنتين لسلكي ومعرفش أقول كلمتين على بعض من هي قالتهم ده لا والله البت دي ممتازة قوي 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 وهدية من عندك يا رب أحمدك واشف القضاء بقولك يا حجة شوف كده بطنيتين قدام وكم هدمة من عندك يعني تكوني مش بتستعمليهم دلوقتي وديهم لها عشان هي عيني بتنام في المكتب والدنيا بردة عليها قوي عليها والله يا حجة أنا عندي بطنيتين في المكتب ووجداد مش قدام ومن ديهم لها بتتغطى بهم في المكتب ومع ذلك حاضر من عناية الاثنين أنا هاجب لها هدوم مش قديمة هدوم جديدة محترمة كمان ربنا يا بريك الله يخليك طب بعد يزنك يا حبي ما عليش تسمح لسلاحة فضاء أنا بس عايزة أشارك كده بأي حاجة هاتي لها اللي انت عايزاني من اللي بس اللي انت عايزاني أنا عايزة أخد السواب ده ماشي ماشي يا محروس من عناية للدين ربنا يديك على قد نيتك يا رب ويديك سوابها إن شاء الله بني حبيتك سلام عليكم يا حج وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا 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 هزعلان من نوك والله تصوّعيني من غير أكل لحد دلوقتي لا يا حج وهتزعل معدش حقك علي أنا بس كنت مع زينة بشتريلها شوية هدوم اه اه أنا السواب الحج أولا إمكاني اللي باكت ودع حاج معاك بس هاتي السندوتشات يا زينة بتعلي لك والسواب أنا وانتي والحج لا معنش تعاش انتو أنا لسا أصلي العيشة ومتوضيها الحمد لله أصلي فين يا حج قبال الله يا بنتي بص يا بنتي قدي ضاه رجل الشباك القبلة كده على طول اه هو السجدة عندك على إيد الكورسي قبال الله بإذن الله أنا إذنك فضل يا حبيبش تعالي عوضي انت باك اه ايو 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 عشان تصلي بروحيتك ايوة ربنا يكرمك يا حج الله يخليك قديك بقى السندوتشات الحسنين تجعان خد أنا الله أنا عايز أطلب منك طلب يا حج أمري يعني أنا بفكر كده يعني إن زينة بتيجي تبات معانا هنا أصلي بصراحة يعني المكتب برد قوي وهنا صعبانة علي والبت باين عليها بنتي ناس ما تبرمطتش قبل كده اللي تشوفيها حجة تحت أمر ربنا هيخليك ويراضيك يا حج الله حق يا زينة يا بنتي يعني بسم الله ما شاء الله أنا شايفك يعني حلوة وجميلة وزي الأمر ومتدينة أنت ما تخطبتش قبل كده هيحصل إمتى وفين يا حج إحنا ناس على قدنا ولا لنا أصحاب ولا لنا قرايب وبعدين في الأول وفي الآخر ده نصيب عندك حق يا بنتي عندك حق يا راجل اللي انت قلت قولها ده كذفت البيت أنا ولا كذفتها ولا حاجة نفش أي حاجة يعني أنا بس كنت بس قالها السؤال ده عشان ليه غرض منك ماشي يا بو غرض ماشي بس بقولك على حاجة أنا حبيتها قوي واني كمان عشان متدينة بتعرف ربنا حق بعرفته صح رب الله يبارك فيها في أمسالها يا رب وفينا يا رب كمان إن شاء الله هزيت طلعت عيني الراجل بنا بنائل بتنجابسه غالما كده أصلي الواحدة على البقى على الضوء إيه يا بنت الخاتمة الرجال اللي انت لابسة ده ده جميل قوي شكل وحش قوي على إيدك ده بتاع أبوي الله يرحمه أصلا حبيتها فتكره والبسهله على طول هفضل لابسه لغاية ما نموت لا إله إلا الله يا بنت معلش أنا ما كنتش أعرف بس يظهر أبوكي كان بيحبك قوي الله يرحمه الله يرحمه حقوم أنا بقى أسلق الفراخ على ما انت تخلصي حش والمحش نبي حكا خلينا أنا نلطبخ النهاردة أنا أكل حلوة يعجبك ده أنا شطر أنا عارف أنك شطرة وصراحة أنا بتلكك أنا كمان مالش نفس أعمل حاجة النهاردة وإنت بقى عايزة دوق أكلك بقى وطعامته قصة إنت بتفكريني ببنتي صباح ربنا يطمني عليها دايما يا رب يا رب أنا بطلع فرختين جوه أصلا محروسة أخو الحج صلاح حيجي يتغدى معنا النهاردة شكله طيب قوي والله انتوا عيلا كلكو طيبين ولاد حلال والله هو طيب قوي وغالبان قوي وحظ قليل قوي عارفها مراته ماتت من مدة كده ومن ساعتها ما شمش أي ست يا عيني اللي كانت عيانة لا يا أختي نامت ما صحيتش الصبح سبع سنين متجوزها ومخلفتش ومع ذلك كان شايلها في حدا بيعنين وكان راضي باللي أسأم ربنا لا حاول ولا قوة إلا بالله لا يرحمه لا لا يا حبيبتي ده كده تمام قوي تسجم إيديك سمي بقى وعودي كل يلا كتال خيرك يا حاكم لا لا ما ينفعش يا بنتي عودي ده حنا ها لا عودي مات عودي تاكلي ما تكسفهمش ولا انت مكسوفها مني وعودي كل عشان يبعيشوا ملح لي شوف بقى عمايل زينب ها المه الله عليك يا زينب بصطة في جد انت عملك ناقلتي على أكل حد شى نمي شكوا مج Personal دلوقتي اه جلو قول يا بتة انت مكسوفة الا والله الله الله قوي اول خلب سلام استقوم بس biết lock ها قلها قل دلوقتي قلها بقولك ايها ابنتي يبقي فكرين انك انت تديني اسمك واسم والدتك علشان ليه واحد صاحبي في السجل المادني علشان يطلع لك بطاقة وشهادة ملان بدل اللي ضعه منك اه انا اسمي زينب احمد محمد احمد حسين حل و والدتك؟ نعمة سيد خليفة كويس قوي يبقي اختبهمني كده في ورقة عشان انا بانسل واحد عقلي مش دفتر والله يا حاضر يا حاضر ما تاكل يا محروس ما تاكل يا زينب انسك يا حاضر انسك يا محروس استمردك حاضر يلا محروس 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 متشابه مع اسمين وكذلك اسم والدتك متشابه برضو مع اتنين ستات واحدة من المحلة والتانية من سواجد على قد مفتكر وانت كمان كنت قلتلي ان البطاقة الشخصية بتاعتك كل ضاعت منك كانت طالع من اسم عين شمس طب اقول لك على حاجة صباح اقول انا طب احنا ممكن نعمل لها بطاقة جديدة خالص لاسمك وشهادة ميلاد جديدة زيها برضو على انك سقط قيد هو كده ينفع؟ لا كله بينفع بالفلوس بينفع بالمعارف بالحب كله بينفع فيش حاجة هنا بتنفعش بس هو كده يبقى حلالي حاجة اه ضررات طبيحة المحظورات حاجة وبعدين انت مش بتقولي ان هي بنت ناس وانت ضمناها وزي بنتي يا لهو دي بنتي فعلا طب هتسيبها كده بلا هوية خلاص بقى يا زينب مؤضية بإذن الله بس انت بقى روح يا تنين السمك قبل ما يتنقد حاضري حاجة وهركب المشروع من ناحية البحر برافق عليك يا اختفال حاجة وليه ما انا وصلها من كده كده نازل حلوة قوي ده جاتلك توصينا عالجاهز خلي بالك من نفسك حاضر يا حوام ونقل اسمك طازة وحلو هعمل كده خلي بالك عليها دي امانة عندنا يا ابن فعنينا الصلاحة يا سلام عليكم حاجة السلام عليكم عليكم السلامة وطورة يا ابن هارجع لك انا تانا اكلمة ماشي مستنيك فكرين حسين تعملي ايه من حجم دياني فلوس والله العظيمة يا حسين ماشي خلاص السلام عليكم بس انا خافة للحاجة تزع من ايه عشان ماشتريناش السمك ملحلعة زي ما هي قادة يا ستي مخافيش الراجل ده حاجته بتطلع من البحر طازة وانت النقاية كم سمك احريوها ولسه لما تدقوا عماي ال ايدي يا ستي تسلم ايدك من قابل يا ستي تسلم ايدك من قابل يا ستي تسلم ايدك من قابل يا اسكندرية حلوة قوي اه اسكندرية طبعا عروسة استاذ محروس هنا ينفع اطلب منك كلب انت تقمر هو مرسى بالعباس قريب من هنا مرسى هو يعني مش قوي خير اصلي كان نفسه اروح ازوره وقرال الفتحة ينفع ينفع طبعا بجد اه طبعا انت بتحبي بقى تزور القابلية وكده هو ده بقى ست المرسى بالعباس بسم الله ماشاء الله انا هنزل اصلي بقى يبدي ايه لي معاك بقى ايه ده انت مش نازل معايا انا استرناكي انا ماشا 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 انا شغلية اللفة في الشوارع ونقابل الناس ماشا يعني بنعرف في البناة بالموقع وزينا بدي روحة طيبة عم والله يا اخويا انا شايف اللي انت شايف بالظهر بس اقول يعني لو تدي لنفسك فرصة شوية تفكر افكر عشان يحصل يا صلاة البيت ما تعمل شجرة او قاعدة معا ايه اللي هيتغيط طب هنسعى المين طيب عشان اراف انا اخادي ماشا وبعدين بني وبينك اخويا انا ما صدقت ان قلب مل واحدة بعد من فت الله يا الحمد بصة صباح اتكلم الحاجة المصوحة خليها تسالي اذا كانت توافية تتجوزني اه كنعنا يا بي كل في الخير ان شاء الله قنع يعمل اه حلمتي ولا لسا؟ لا ده انا لسا كنت هصلي طيب انا عاوزك في كلمتين اعاطي صلي عالنبي علي الصوت والسلام محروس اخو الحاج صلاح عايزي تجوزك ايه رأيك لا اله الا الله انا بقالي عندكو بس تلاتة اسابيع ومعرفش محروس وبعدين ده ما بيصليش يوم وصلني سوق السمك طلبت منه يزور المورسة بالعدباس وام وداني وفد الوقف على باب الجامع وانا كنت مستنيه يدخل لي صلي وما صلاش وكان وقت صلاة الدهر طب بقى انت مش بتستقيني محروس ده مفيش اطيب منه لو لفت الدنيا كلها مش هتلاقي راجل في طبته طب ده اللي عمله مع امراضه والله يرحمها مفيش راجل في الدنيا عمله ده كان شايله على راسه شيء خير كده بقى محروس عنده شقة ملك وعنده تاكسيين هو مش بعيد عن ربانه ده راهب منه قوي بس ساعات الراكل كده بيحتاج زوجه صالحه تدفعه كده وتقادل حاله ان شاء الله وانا ما بتغادش عليك انا بقولك فكاري وقولي لي رأيك هو انا عايزة اسألك سؤال حاجة اسأل يا حبيبتي هو انا لو ما تجوزتش محروس هتزعل مني لا اله الا الله ليه بتقولي كده جوزك من محروس حاجة وحبي ورعايتي ليك حاجة تانية خالص وسواء تجوزتي محروس او ما تجوزتهوش انت بنتي هتفضل عيني عليك مراعياك برضو بتحبك بنا يخليك ليه يا حاجة اسم الله عليك يا حبيبتي لا اله الا الله ليه يا حبيبتي كده ده انت زي صباح ده انت بنتي بنا يخليك ليه يا حاجة يا حبيبتي كده تمام بسابة خلصين دي عمور يا فاني لأ فيش دكتورة ستة هنا ماشي يا استنيها تعالي يا دكتورة مناورة السلام عليكم وانت لازم تسمع ممكن تمشي لو سمحت انا عرفت ان يبيت باع عندكم يعني حاجة كده مستوردة ايه هو دوا لا هو مش دوا وال ايه اه اه اصلا انا هتجاوز الالف مبروك الله يبارك فيك فيهمتي؟ لا انا اسفل اخفهمتش عندي الهند ستير بربعهمية وتمانين وعنديemente تايلاندي بثمنامية وهي حاجة بتلتميت جنيه لمستقل چاريخ فهي حاجة بثلتمة جنيه فضالي يا عروس ايه ده مش ايه فينه تعالي الحديث فضالي يا عروس فضالي يا جماعة تجري كله على صوتك بسم الله ما شاء الله الف الف مبروك الاكل عندك اهو عايزك وتخلصوه كله ان شاء الله الف مبروك الف مبروك يا حبيبي يا حبيبي يا اخوي الف مبروك الف مبروك يا زينك جدعب عشان دهيك يا مصر تعيش يا حبيب فهموا اللي ما انتشفاتك شد حيلك مبروك يا محيبي ربنا يتمن بالخير يا رب يا صاح يلا يا جماعة شكرينا نجملكوا في الافراح سيبوا ارسال لوحدهم يلا يلا نجملكوا في الافراح ان شاء الله الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله ايه ده تعالي هنا بنت ايه اللي مقافك ايه لا يا هالا تعالي خدي بنتك هاي ده معهم شوية مفيش شوية ولا شويتين يلا بنت يلا يلا nights شكرا لقولوا عاطر حبيبة صلاح مكانش رضي اقفل نورتي بيتك عروسه ايه ارا يكفي الشأن حلوه والله انت اللي حلوة زي الامر انا عايز نقولك على حاجة يمكن يكون الوقت مش مناسب بس هنقولك انا كنت بحب مرأة الله يرحمها اكتر من اي حدا في الدنيا ولما ربنا افتقرها قلت خلاص مفيش واحدة ست ممكن تخليني افكر اتجوز تاني لحد ما شفتك ساعة ان كنا في المكتب عارفة حسيت باحساس غريب كده جواي عارفة طلع ايه ايه ان قلبي حبك يا زينة صحيح انا يعني معرفناش بعض الفترة الكافية بس انا حس ان احنا نكون مبسوطين او مع بعض ونخلي فيجي خمستاشر عائل بس انا في حاجة لازم اقولك عليها يا محروس ومينفعش اخبيه عنك حاجة اللي مينفعش تخبيه عن يا زينة اه اصلا انا اصلا انا اصلا انا مش هينفعيش مع واحد مش قرائد من ربنا اه انا عايزك تصلي يا محروس اه يا بيت اطمنيني عليك ليلتك عدت تمام يا بيت اتكلمي وريحيني ما تتكلمي بقى ما اقولك ايه بس يا حاج ده انا من برح كنت اهموت من الخوف وربنا كان باين عليك طب عارفة والله انا ما نمت طول الليل من قلقي عليك اه بس امانت الله يا حاج محروس ده طلع طيب ابن حلال او الا قولي هي مراته بقى لها قد ايه ميت بقى لها كده يجي سنتين وعرفة من ساعتها مشان مش ريحة ست بس بقولك ايه محروس جوزك ده ايده سايبة انا مربيه وعرفاه عارفة ده لو كان وعي الروحه كان زمانه بان عمارة اه ما هو باين الله هو اكبر عليه ده كريم قوي بس لازم بقى تاخد بالك منه اه انت سنة والتانية هيبقى عندك عيل ولا عيلين رتبي حياتك بقى يا حبابتي على مهلك عليها شوية حاج انا ما جوزتش قبل كده يعني عشان نعرف اللي المفروض واللي مش مفروض يتعامل انت بس فهميني وانا هنفس هقولك جوة حلوة اول نهاردة وببحر داي اقول تجيدي ببقى شطة عايدة ده انضف شطة في اسكمالية كلها اه بس انا اه هزاك تاخد بالك عشان شكلك داخر على دور بارد لا مفيش داسبون مبارح رخم خرجنا عن شهوري معلش يا اخونا فين البتاع هنوعد هنا بقى هو عادي هنا ولا هيتردونا ولا ايه ردونا من ايه من ايه معارف هنا وحبايد كتير خش زي الباشا ماشي يا باشا اوض اللي ايه دك مخرومة ممكن بدار التاكسيني بقى عندك عمارة زي ما المصابح قالتلي هاههههههههههه فان مخرومة بس ما زي الفولة يا ست هي واحنا هنيش مرتين هي مرة واحدة والحمد الله أنا مسطورة معايا ومرزة لمنعما ولازم نتمتع بيها بسيكم الكلام المصابح كل واحد عايش عن طريقة اللي تريحه شكلك ف Get out with me اللي هاتعملifer دماغك وللقإللي يقنعك بس لا خالص احنا نتكلم ونتناقش والاصلح لحياتنا لمشي برضو يعني مش هقدر انكر تلعمك حلو وانا مش عارف اقولك لأ على حاجة طيب انت بتضحك علي انا بتكلم بالجد والله طيب يا سيدي خلاص انا مش هتطاقش معك في حاجات ايدي اللي انت عايزها عملك حلو كده ربنا يفرح قلبك ويقدرني لنا ساعدك وعانيك وانت اي حكاية الخاتم اللي انت نبسا فيه تاني وانا قلتلك ده بتاع ابو وانا قررت ان انا عملي مع الوام من ايدي يا بارحم وكان نفسي شوفه قلنا هو كان كفيف بس كان طيب ما بيصلي وبيفوتش فارد كان كلام حلو يدخل القلبي كده يطمنا كنتش بعمل من القاعدة معي بتهيلي كل الابواط اللي زي يبقوا زي هو كان رجل جميل واسمه جميل هو مين دي اللي اسمه جميل بتوش قلتلي نبوك اسم أحمد محمد هو ما انا احكيلك هو كان له اسمين ناصلنا ابويا كنا بنبننا يعني بندهله جميل بس في البطاقة ولرق الرسمي كده كان اسمه أحمد محمد كنتو بتدلعوه يعني طب ما انا كامل ليه اسم ايه نبوك اسمك ايه بقى غير محروس روسة بس الاصحاب القرهبين بس هم اللي بندهون بيه روسة؟ انت قولي ليه روستي بس كده روستي ايه؟ محروس كده أحلى وأرجر مش عجيبني روسة ده يبقى محروس اه يا سلام ما عايز يقودين يا عيب كده قدام قدام الناس بس احنا بروحتنا ما حادش عاجة عندنا زين الهامي هي الناس ماشية عمالت كده ازاي انت عايز ما بنمشي ازاي ده صيف يا زيني بالناس عالشاط قل لي صيف عايب تقول كده يا محروس انت متديم وتعرف رباني استغفر الله العظيم برضو السطر حلو انت بتبص على عادل عادل هو ايه اللي عادل ايه مشكلة ما سفاتك هاي اسباح انت رايح امورسة ابو العباس ده خطوتين من هنا استغفر الله ربي وقتوه وقليه ايهاتي يا حرم طب مش كنت تستني نصلي سوا لا ده مش العيشة انا بصلي ركعتين شكر لله اصلا ربنا كرمني بيك يا محروس يا حبيبي اشيك بعد ما شفتك انت اشيك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي اشيك 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 ما حبيبي اشيك 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 تعال حبيبتي لا تخافيش يا خبيبتي خبتتها لا تخطيش حبيبتي لا تخطيش لا تزعليش حدي ربي سحلايا يا زينب دي حربايا أهلا وسهلا شليها بس من قداما أنا مش قادر نبصلها ليه دي غالبانة لا بتهش ولا بتنش مطرح ما بتحطها بتردى وبتوافق والله العظيم طب بيبقى هتيها تنام جنبنا يا زينب ديم خليها معاكي ليه أصلي أصلي أنا أي حاجة بحلمها بتتحق وأنا حلمت بيها بالحربايا اه جاتلي في المنام وبتتكلم قالتلي إيه بقى لا دي رؤية كده قالتلي كالحربايا يا زينب قالتلي إن لو سحبتها ربنا هيبعتلي أيام حلوا ويسادي فتاني يوم وأنا عال كورنيش بفتر روحت شفتها فافتكارة الحلم بروحت جايباها و الجاي على طول مممممممممممممممممممممممم وأكرمني بأدع راجل، وبيت، وعيلة إدها بس معيها محفوص ربنا يجمل الحلوة يحققه وتفضل معيها طول العمر بنا أخدها بص حلوة هلوانها بتتغير حسنا حلوة ايه بس يا زينب؟ حلوة ايه يا زينب؟ بتقول شي كده برده هتتعود عليها بص الله اشتركوا في القناة 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 موسيقى ألو؟ هو ده رقم عم جميلة؟ طب معلش؟ بس للرقم اللي أنا حافظه متلخبط في دماغي أنا اللي كلمتك مبارح يا سيدي متأسفة معلش أنا أسفة على السلامة ماذا صوتك؟ إزايك يا عم جميل أنا عسلية وحشتني قوي تليفوني دعوة معرفتش هوصلك أحاول تكلمك كتير أعمل إيه يا عسلية؟ أنا كويس أزايك؟ أنت كويس؟ كويس الحمد لله لوحدي يا عسلية قاعد في نفس المكان اللي كان الحسن بيحمل أنا كنت فاكر كنستيني خلاص عسلية عسلية أنا كنت قلتلك مرة ما تجيشت زوريني عشان جوزك ما يزعلش مني بس أنا رجعت في كلامي يا عسلية رجعت في كلامي بيقولك تعالي سوريني ولو مرة ولو مرة واحدة حاضر حاضر هيجيلك والله العزم هيجيلك أسأل الوحدة لوحدة يا عسلية يا حبيبتي جبنالك أحلى قريسة في اسكندريا مالكة زينب أنت معيطة؟ لا ما تقلع شاوي كده مفيش أنا بس افتكرت أبويا و أم الله يرحم يا ستة تعيشي وتفتكر أنا يخليك لي يا رب بقولك ايه تعالي ايه فيه؟ تعالي بس أسأل من هنا بخش برجلك كليمين سيدة الدوق انت مجنون يا محروس؟ برجلك كليمين ماشي خشنا وطول هنا ونفخوا الأبواء قاعد طوال يا انت هي تصحك أم تتحيخ يا لحوي، بتاة مين دهب دة كل محروس؟ بتوعنا وانت نا وانت؟ بس دة كثير أوي أربعمية وعشرين جرام أصلي كانت في العشر سنين اللي فاتوا كل ما يجيلي فلوس مشتري بها ومن النهاردة الفلوس دي بتاعت أنا وإنت أنا وإنت بس كده في قيدك الكريمة الجميلة إيه الزبدة ملوكي يا جدعي الله طب ما فيش هنا أهو أنت مش هتقلع الخاتم ده بقى زينة لا أنا قد لك لا ما أنت عارف ده بتاع المرحمة بولا الله يرحم ماشي ماشي طيب ما شاء الله الجميلة الله ما صلى على بي يا لهوي كل دي فلوس بتاعت مين الفلوس دي انت ليه محسين أن أنا حرام يا زينة دول خمسين ألف جني آخر قسطة بطولة عربية ودول بقى هننزل كده نشتري لك إيه خمس ست تطقم من غاليين قوي وكم قميس نوم هونمي والخلخيل عليكي أنا عايزك مبسوطة بس يا زينة ربنا يخلك ليه يا محروس ولا يحرمني من دحكتك الحلوة دي أبدا بقولك إيه أنا روح أشوي لك دينساية ماشي طيب والهاريسة الهاريسة نحلي بيها بعد الدينساية بقى طيب وبعد الهاريسة هيا دي عايزة كلامي هنقايل شوية نقايل حصرين عمات بخوزة يا لهوة ماشي ماشي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لسه أنا هدوب حلقة في السلسلقة وعايزة أشبوك الجنبين بس واحدة واحدة مونو يا عايزة ايه عنيبون ودعمون هروح اجيب سكر عادي عادي انا بحب اعود مناكي عادي لينوة حكيتلي على ليلة الوان راشد وليلة الاسم كانت ليلة السودة السودة بقى ولا مسودة او خلاص الغمة تشالت واحنا بقينا تمام زي الفل ومعليناش اي حاجة صح ولا مصح نرجع بقى نشوف شغلنا كده ونشوف اكل عشتنا انا مش هرقصتي لا ما ترقصيش مين اللي قال ترقصي انا قلت ترقصي انتي هتبقي نجمة الكبارية ماما هخليكي نجمة الكبارية انا فكر ده بقالي تلاتين سنة بعون الله شفت كل الرقصات واقدر افرزهم واحدة واحدة انما انتي شرباط دم كفيف لونا بتعرفي ترقصي بتعرف تعملي كل حاجة او خلاص اللي كان راكب على دماغنا اهو نزل وراح ونشكح ووقع من على دماغنا اللي اسمه راشد عارف راشد اللي قالب دماغ الحكومة وبيدوروا عليه وهو بيختفي منه عارف راشد يبقى مين يبقى مين صابي من سبيان علي جوزي ما تحكمش بيها علينا يا رب مش علي ده اللي بين اربع حيطان ومسجون دلوقت حي اخرك كما تعرفش علي علي دفته هو جدع دم محامي تصدق انا غلطانة بيروحت اشتغلت عندكم يا رب ما حد يقوله هاعمل ايه بس لده الحاجة ما هي الحاجة لسه موجودة يا تنتو الحاجة لسه موجودة باموت في السمارة بص يا تنتو عشان انتي حبيبتي انا هعمل معاكي حاجة ما بعملهاش مع حد خالص انا هتديكي مرة ونص قدر لطلبتي مش يمتي يقولني شهري يا حياتي هتشتغلي معايا وبعد كده خلاص مش هتشتغلي تاني خلاص اشتغلي معايا الشهر اشتغلي معايا الشهر لغاية ما لاقي حد غيرك يا حبيبتي انت ما بتسمعش قلتلك مش هرجع رقص تاني لا هترقصي يا تنتو هترقصي هترقصي يا حبيبتي انا مش فتح بقالة انا فتح محل وداير وناس بتاكل من وراء عيش وانا مالي ما تنزل من دماغي انا عندي حاجات عايز اعمالها بص يا حبيبتي انا اقدر بقون الله اخذك كده هيلة بينا واشيلك وارزعك في وصلك كباري وترقصي ورجلك فوق رقابتك بس انا مش هعمل كده انا بحب بحبك قوي كمان انا هسيبك تخدي راحتك وتشوري عقلك وتخدي كل وقتك وتقومي تعمليلي حاجة بقى عشان انا ميت من الكوع حاضر حياتي هربية فين؟ مش هرفونا جوه حطها في كيس ورق مع الخزين في الشاي والسكر دي كانت معا طول ما هي عندوكو هيلة ولقيتها في مصر وعالكورنيش وجابيت انا مش فاهم ده ايه طب ودي بتعمل بيها ايه؟ انا عارف يا صلاح الحلمت بيها ولقيتها وجابيتها في الحقيقة ولا جابيتها في الحقيقة طب ودي فيها ايه؟ تعرف لو قيد نحنان بنت عمتي بيه ربي سحارف وتعابين مش الحلباء اللي بتتلون دي؟ ايوة يا حج هي انا مالي طب وفيها ايه؟ انت خايف منها ولا ايه؟ على فاكرة دي ما بتقزيش دي ولا حاجة خالص بقولك ايه؟ ما تجيب من الاخر كده وتقولي انت بتلف وتدور حوالين ايه؟ هي البتة فيها عب لا والله ما فيهاش عب ولا حاجة بيت لوزة بس يعني واخدها جد قوي بتفهمنا في ايه؟ لا لا انا فهمت خلاص يا حج طيب انا هستأذنكو بس خامسة كده هوصل لحدها واجيلكو تاني استني هتقولينها ايه بس؟ ما تخافش ده كلام بين الستات وبعضوهم ما تقلقش هقولها الكلام طلع منا انا يلا عن اذنكو ربنا هدع البركة على ايدك حاجة ان شاء الله يا اخو ايه اذنكو ما يجيبها الا ستاتها حاضر 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 اهلا 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 حاضر السلام عليكم عليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم دي اواحدة حمر لحمة واجينة لا 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 تعالي تعال انا عايزاك كده في كلمتين وهنزل على طول اصلي محروص ده من هو على وصوله لا هو هو وصل وقاعد مع صلاح بيرغو شوية انا بس عايز اتكلم معاك كلمتين خير يا حاجة في ايه؟ هو جوزك بيشتغل ايه؟ ايه السؤال الغريب ده؟ ايه؟ ايه السؤال الغريب ده؟ يا بنت يرد علي وريحيني بيشتغل سواء تاكسي يا يا صندوق الدنيا يعني بيورد عليه اشكال ولوان ستات حلوين بنات امراض هوانم يعني لازم اللي تبقى جوا بيته تبقى عنيها في وسط راسها ما تخلهوش يفكر في حد تاني غيرها لازم بقى تبقى هي ايه؟ مركزة معاه مالك يا بيت متنحة كده ليه؟ انت فهم اللي انا بقوله؟ هو كان محروس اشتكلت مني في حاجة؟ لا ابداً ده بيقول انت نعمة من ربنا هدية وانت فعلا ست وزي القمر بس لازم بقى كمان تدور على راح الجزعة يعني يعني استغفر الله العظيم يا رب هي مش عيب بس يعني تدلعو تنخشو ترقص له بتعرفي ترقصي ولا لا اعرف ده انت فان يا وزة؟ معقول يا سايباني ده كله تعمل ايه جوه؟ تعالي ده فيه اخبار من ايالا قادي قطرين دخلوا في بعضهم موسيقى 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 المترجم للقناة 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 طيب يا علي طيب يلا سلام مهدا ما يرديش ربنا انا افضل قادة في المغارة دي السنين دي كلها قبل ما منع عمك يغرج مين اللي قال كده بس لا سمح الله علي عايز تطمن عليكي وانت معايا هدهيش برنسيسا هتخرجي وتتفسحي وتعملي كل اللي انت عايزي طب ايه رايك في طالع الاسكندرية مين دول اللي طلعو اسكندرية انا وانت وفتون في مصلحة هنقلصها ناكل اكلة سمك جامدة ونشم شوية هوا بحر نظيف ونعمل الدماغ ونرجع حنوح اسكندرية امت دلوقتي هستني بقى يا فتون ولما هي مصلحة ايه اللي هيطلع فتون معانا ما انت شايف ازا انا هنفسحوك يا فتون هنسي ما تقريني فيه ايه انا اللي سايق يا راشي بالطم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا الا هو الحي القيوم مالك بس لا تأخذه سنة ولا نوم لهما في السماوات وما في الأرض من دلذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم وبين ايديهما وخلفهما ولي يحطون بشيء من ايميه إلا بمشاء وساعة انا لازم نتبه لها حد يقر عليها يرئيها يعني عايزة كده عايزة كده؟ يعني زكوت دي عايزة كده ان شاء الله أمره سهل بإذن الله يا فلاح انا شايف ان احنا نخلص سكة الطب والدول أول انا لازم نعلمش في السكتين يمكن ده ربين يسهل بواحده ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم انا هم احضرلك شوك 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 احضر لها شوية قاتلي وحولولو عقدة دم الليساني افقى وقولي صدق الله العظيم والحمد بالله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله لا 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 أنا مقدرش أقول أني حبيته بس 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 لسه بفكر في الحسن بس بس هو بيحبني عيني بتقول كده إيه انت نمتي وأنا بكلمك بسحي بسحي وانا عيش معاها هنا على طول مش انت بخصوطة معاها هنا بس تفتكروا ما صباحا تخف بس كنت عيش أنا وأهل في ليبيا لما الحرب قامت قلنا ننزل على مصر وإحنا في طريقنا لمصر ضرب الشغل بقين عمالين نجري نستخب بينهم وشمال مش عارفين نروح فين بتلعت عصابة على أبويا وأخويا قتلوهم ده بحوم قدام عيني ما بقتش عارف عامل ايه بسبب أنهم كانوا طلبين فيديا طلبين فنوس وأنا ما كانش معانا فلوس نتفحق من المصارات بحوش اما التفترن نفتح مسافس اشتركوا فيا ايش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بحوش بحوش قسية ياه قد ايه كنت محتاجة الخروجة الحلوة ده ولو اني مش وقتها والله اللي حصل ده يا زوزو لكان على بال ولا على خار معلش حق ده لاني انت بتقول ده وانت زنبك ايه يا محروس ده قدى ربنا الحمد لله طبعا بس يعني احنا ماكملناش شهر جواز كنتي بدلا ما تفرحوا خلتوا في مستشفيات ودجالين ومتهاتنا ناشتاك ما تقولش كرة امو الصباح دي غالية علي وخيرها مغرقني ان كان يا سيدة عالجواز الايام جاية كتير ادعي بس ربنا يعافيها يا رب يا زين يا رب كلنا عشان رقصتنا اشكر يا اخويا عالغدوى العسل دي ده انت كنت بتاكلف اخي بجالك خمسة في عينك وانت دفع حاجة من جيبك الا اقولولي بقى بحية الفصحة خلصت كده اه خلصت هسيبكم ساعتين زمن نروح اقضي مصلحة واجهة سيبنا فيه مش عاية يا اونس مش عاية يا جابا افخم شقة فيك يا اسكندرية الله الله ده صاحبك ده تلاتين حم ده لسه دفع ست ورات بمية في المغلادة متبلمع ولايه حد قولي الكلام ده يا جد عسبة للايه عايزة يا اوه يلا بنعشان حد روح للساحب وعم صلاح رد عليك فيها صلاح بقى بيكنسل علي يبو اكيد على وصول ممكن ما تخش انت صح الحاجة خليها تفاول والنبي خليها ده لما صدقت غمضت عينيها ساعتين عشان بس انت صح الحاجة من الخط السلام عليكم ماليكم السلام عليكم تفضلي يا ست تفضلي يا ست بيتك مطرحك تفضلي يا ست مجلع السلام عليك الله يسلمك يا اخوي ده محروس اخوي الصغير اهلا وسهلا اهلا بك يا اهلا ايه يا زينب امو صباح ام لا اين الحمد لله انت اسمك زينب خلهم وصل علي عن نبي ده اسم بركة على اسم ستنا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام طيب أخش أنا أشوفها بعد أسلوك عرسان جدال بس لسه ملحقتوش تعرفوا بعد كويس جوّشوا بسرعة قوي إيه؟ تعرفت الجو حشرة بينسون ولا يلي فحمتين بس خليهم يحمروا قوي يا حضر لك الخير يا عسلية أنت يا حضر لك الخير يا عسلية أنت تفضل يا ستة كل بركاتك يا ستة تفضلتك أنت موسيقى موسيقى زينب 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 إلا حصني زينب 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 زينب! 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 اللي حاضر! زينب! انت وقعت كده ازاي? تعالوا ها! على مهلك زينب! حزب الازاز! على مهلك! اللي حاضر! مهلك زينب! مهلك زينب! زينب! مهلك زينب! مهلك زينب! مهلك! انت ليه بتتنفضي كده زينب! ممكن عشان تخت عشان ما كلتش طول اليوم! ما كلتش لي يا زينب! مهلك زينب! ما تأكل يا زينب! انا كويسة! طيب! نروح لدكتور! اخرج انت للست برعيب! ما ترول على الست يا زينب انا مش اسيبك! ما ينفعش السبعة دل واحدة يا موض! اخرج له! يعني انت كويسة يا! انا كويسة والله! مش خطري اخرج! مش خطري يا ربي! يا قوي يا قادر! يا قاهر يا منطقم يا ظاهر! انصرني! انصرني وقدرني على كل عدو من الجن والإنس! بس! العون! 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 احضروا وبينوا! احضروا وبينوا يا معاشر الأرواح الطهرة الزكية انزلوا على عمار هذا المكان بالطيبة والهيبة والوقار والسمع والطاعة يا صاحب اللطف اللطف المينة يا صاحب اللطف كرمك علينا يا صاحب اللطف بارك الله فيكم وعليكم بارك الله فيكم دمين ديانتك ايه محشرتك ايه وحدك ايه يعني قد هي يعني طب ليه ايزاتها ايه بارك الله فيكم ايه بارك الله فيكم يا لطيف اللطف مكتب منها فيه مكتب منها قدر مكتب منها فيه يا لطيف اللطف يا لطيف اللطف يا لطيف اللطف يعاني انت انك اتفين اشداد اوي وغطبانين عشان وقعت على واحد فيه طب واه هنعمل ايه باق في المصيبة الاسوداء دي انا عندي لي صالحنا عليهم بس اوبال ما استاد اين انتفئ فيها كم يوم كده بطبانين ايه وقت على حد؟ انا مش مصدق الكلام ده صلاحة ما احنا البني قدمين كده جهلة ما بنصدقش اللي اللي بنشوفه بعنينا فجسدتي عشان يحصل اللي انت بتقولي عليه ده ويتم الصلح مع الجماعة دول ايه المطلوب؟ عايزة بخور بس غالي شوية بخمس تلاف جنيه اقولك عليه واجيبه انت ماشي يديني فلوس واجيبه انا ماشي اللي انت عاوزه طب انا عندي حل كويس قدي لحضراتك دلوقتي تلت تلاف جنيه اكمل هملك الخمسة تبقى تجيب انت البخور دي حاجات غالية وتمنى بتدفع مؤدم انا لسه ما اتكلمتش على اي فلوس ليا خلاص يا حاجة صلاحة بالدين دي اروح اجبك خمس تلاف جنيه انا هاجي معك يا محروس استني انت بص على امراتك ايه يا مصاباح خير ان شاء الله مبارك عليك الجوازة التانية يا عسلية امو سديك يا كوصر ما توضحنيش خمار بسم الله ما شاء الله ايه الجابرودة يا بيت تتجوزي واحد انت على زمة التاني سكوتي يا كوصر سكوتي انت هربتي لما راجد قتل الوينش لا بصبتي ماقولك سكوتي حاسكت بس اقليلي الناس دي دفاعوا معا فلوس ما تحتاج تختي خمس تالف كنين عايز ايه تاني؟ الخمس تلاف دول عليك سلفتك اما عليك انت بقى فمعايا انا بخمسة وعشرين الف جنيه حبيبيك عليك ايه؟ عليك ايه؟ عليك الفضيحة اللي هعملانك قصاد نسائبك الجداد يا عسلية انا هجب لك خمسة وعشرين افجني من ايه؟ من جهالنا؟ انا مالي انت بستنى عليها اسبوعين بس هتحكى لي باية كلام عشان اجيب لك المبلغ اسبوع ولما اجيبتشي فلوسي يا حبيبة قلبي هقول له جوزك عالمستخبي كله يا عسلية انا اول مرة اعرف اني في الخلبي خمسة الاف جنيه يا الله انه هم توقف على رجليها بالسرق بس عارفة يا زينب ست اللي اسمها توسر دي خطيرة جدا والله شفت عارفة ازاي ان احنا متجاوزين جديد ستة عجيبة جدا ولا اولا شفت لما كانت بتتكلم مع الجماعة اللي اللي لابسينه مصاباح لا 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 الحكاية بجد الستة دي بتعرف صح ولا اين مم ممكن مالكة زينب انت تعمانة انا ممكن اقعدوا النهاردة منزلش لا لا روح شوف راك ايه ده ربنا سبحانه وتعالى ايه واقول اعماله فسير الله عمالكم ورسوله هو المؤمنون صدق الله العظيم صدق الله العظيم طيب انا مش هغيب عموما هدفع بس تامين العربية والتاني جاي انت هتروح له مصاباحه اه انا حضر لغدا الاول واروح له طيب محروس خد بالك من نفسك بقى حاضر انا عايزك انت اللي تغيباتك من نفسك حبيبتي الحمد لله يا رب رزعتني بملكة جمال وعندها الايمان ده كله فقلبها طيب اعمل ايه وروح فيه ربنا يخليك اللي اياس واسم يخليك يا محافظ اعمليك معايا هريسة محافظو اعمليك معايا محافظو 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 شفتي؟ ياسيت المفاتيح انت اللي بص في عين كينسة نفسه يالله حبيت سلام عليكم زينب زوزو انت فينا عطوتي حجزينا زفتي زينب 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 aven